السلام عليكم أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا أستاذ في الطب على شاشة قناة الصحة والجمال إن شاء الله النهاردة موضوع الحلقة بتاعنا موضوع يهم عدد كبير جدا وفقات عمرية كتيرة جدا من الناس أو من المجتمع وما فيش حد معاناش منه أو ما فيش حد ما حصلش معاه الموقف ده أو اتعرض له هنتكلم النهاردة عن موضوع النزيف الدول عدد كبير جدا وقطاعات كبيرة جدا من أول الطفل اللي مولود لسه عمر يوم لحد الرجل اللي عنده 80 سنة تعرب للموقف إنه لقى البول بتاعه مصحوب بالدم أو لقى لون البول محمر أو الأم بتلاقي الطفل بتاعها في البول بتاعه لون الدم أو لون المحمر وده بيسبب في بعض الأحيان هلع للأسرة أو هلع للفرد نفسه وبتبدأ الموضوع يتطور مع المريض وبيبدأ يشوف أو يبدأ يشعر بوجود مشكلة كبيرة حقيقة النزيف البولي ممكن يكون بلالة على وجود مشكلة خطيرة جدا وفي نفس الوقت ممكن يكون الموضوع بسيط جدا اخترنا الموضوع ده هو نزي ما قلت عشان هو بيصيب أو بيضرب قطاع عرضي وقطاع كبير على مستوى العمري يعني من سن صغير لحد السن كبير أو على المستوى القفق طبعا زي الرجالة والسيدات كل الفئات مصابة أو في كل الفئات مهددة بالنزيف البولي عشان كده اخترنا الموضوع ده هو والهدف من الحلقة النهاردة ان الناس تعرف النزيف البولي ده دلالاته ايه كل فئة عمرية تبقى عارفة النزيف البولي لما بيحصل أو وجود الدم في البول ايه مدلوليته او ايه المشاكل اللي ممكن تكون نجمع عنه وازاي يتم التصرف في كل موقف من المواقف اللي هنسردها أثناء الحلقة بتاعيه اولا لازم نبقى عارفين ان مش معنى ان البول لونه احمر ان ده بالضرورة او بالقطع ده نزيف او ده دم لان بعض الفئات او بعض المواقف ممكن لون البول يتكون باللون الاحمر لاسباب خارجة عن فكرة النزيف او عن وجود الدم بمعنى ان بعض الافراض اللي بيتناولوا ادوية معينة الادوية دي هسناء خروجها من الجسم بتخرج عن طريق البول وبيتصادف ان الادوية دي بتتسبب بتلوين البول للون الاحمر اشهر هذه الادوية عقار ريفامبيسين او ريمكتان ريفامبيسين ده هو بيستخدم في علاج مرض الدرن بالدرجة الاولى وبيستخدم بشكل وقائي عند الافراض المهددين او المشتبه اصابتهم بالالتهاب السحائزة ومنهم بيكونوا اطفال صغيرين هنا بيبدأ البول يتلون باللون الاحمر وادوية تانية بس مش اقل شهرة او اقل في الاستخدام زي البيريدين ده دواء من ادوية الاعصاب او المهدئات اللي بتستخدم في بعض الحالات المرضية برضو بيتسبب في تلوين البول باللون الاحمر لكن دواء ريفامبيسين ده هو من الادوية اللي بتستخدم بشكل كبير وده بيسبب في تلوين البول في لون الاحمر وده ما بتكونش مشكلة بالنسبة للمريض او مجرد عرض من اعراض استخدام الدواء دهو وبيزول بتوقف استخدام الدم من المواقف الثانية برضو اللي ممكن يتم تلوين البول باللون الأحمر واللي هي برضو مش حالة مرضية ولا حاجة وما بتتأثرش ومش معنى أن اللون البول الأحمر نده دم بعض أشخاص اللي بيكسروا من تناول أطعمة محددة أشهرها طعام زي البنجر الناس اللي بتتناول البنجر بكميات كبيرة بيتميز البول بتاعها باللون الأحمر بداية كان لازم نقولها في الأول ولازم نقول أن مش كل حد يشوف اللون الأحمر في البول أن ده بالضرورة دم طيب نيجي بعد كده مين أو لما بنشوف الدم في البول إيه الأسباب بشكل عام اللي ممكن ينشأ عنها النزيف البولي النزيف البولي قد ينشأ من مشكلة في الجهاز البولي يعني يكون مصدر النزيف بادئ يأما الكليتين يأما الحالب يأما المسانة يأما مجرى البول يأما البرستاتة عند الرجالة أو يكون مصدر النزيف مشكلة في الدم نفسه بمعنى ان بعض المرضى بذات مرضى الامراض المزمنة عندهم مشاكل بتتسبب في زيادة سيولة الدم الدم غير قادر على وقف النزيف بذاته احنا عرفين ان الدم البشري بيتميز بخاصية انه بيوقف النزيف من نفسه يعني لو حصل جرح بسيط او حصل نقطة مصدر للنزف بسيط عوامل التجلط اللي موجودة في الدم الوحدها بتقدر انها توقف النزيف ده وبتمنع النزيف من انه يتفاق بمعنى ان لو سيولة بتاعت الدم علية لسبب من الاسباب اللي هنقولها دلوقتي المريض بيتأثر بوجود النزيف في أماكن كتيرة اللي منها ممكن يكون النزيف البولي يعني ممكن تكون المشكلة في الجهاز البولي وده اللي احنا هنتطرق له على طول الحلقة بتاعتنا النهاردة ممكن تكون المشكلة في الدم نفسه يعني الدم سيولة بتاعت الدم علية زي ايه؟ زي مرضى القلب اللي بيمشوا اللي اصيبوا قبل كده بجلطات او المهددين بالجلطات فبيضطر الطبيب المعالج انه يمشيهم على ادوية ترفع من سيولة الدم منعا لتكوين الجلطات اشهر الادوية دي الاسبرين بمشتقاته زي الاسبوسيد والكليكسان والهيبارين كل مجموعة الادوية اللي بتعلي السيولة بتاعت الدم لاغراض حماية القلب الادوية دي بتتسبب كنوع من الاعراض الجانبية بتاعتها ان هي ترفع السيولة بتاعت الدم وهنا المريض بيكون مهدد بالنزيف احيانا طبعا ده بيكون تحت اشراف الطبيب وبنسب عالية بس لما المريض ده يشوف الهدف من احنا نقول المعلومة دي ان لما المريض اللي ماشي على ادوية السيولة يشوف الدم في البول ما يقلقش بالقدر الكافي طبعا هيتحرك وهيروح للطبيب بتاعه وهيحاول ان هو يضبط النقطة دي او يتحكم في جراعات الادوية بتاعت السيولة بشكل اكثر ضقة علشان خاطر يتجنب بالنزيف لكن المريض ده هنا ما يقلقش ما يحصلهش نوع من القلق ان لا قدر الله يكون فيه مشكلة اكبر في الجهاز البن طيب من من المرضى تانين بعض الامراض بتتسبب هي نفسها في زيادة سيولة الدم زي مثلا عوامل التجلط اللي بيتم تصنيعها في الكبد عند مرضى الكبد المزمنين او اللي عندهم درجة من درجات تلاقي في الكبد بيكون صنعة او صناعة عوامل التجلط بتتأثر بدرجة الماء يعني الجسم ما بيطلعش كميات كافية من عوامل التجلط وبالتالي بتبقى سيولة الدم اعلى وبالتالي بيكون المريض ده برضه مهدد بالنزيف او بالنزيف البولي بشكل اكثر من المريض العادي اللي ما عندهش مشكلة يبقى قولنا ان النزيف البولي ممكن يكون ناتج عن مشكلة في الدم نفسه يعني سيولة الدم عالية وبالتالي المريض ده هو هينشأ عنده ان يشوف دم في البول ناتج على ان الدم نفسه غير قادل على ايقاف النزيف بالشكل الذاتي أو بشكل طلقائي أو بشكل فيسيولوجي الطبيعي أو إن المريض نفسه عنده مشكلة بقى في الجهاز البولي ودي اللي هنبدأ نتكلم عنها بشكل مفصل دلوان الحقيقة وجود الدم في البول لو افترضنا إن إحنا استسنيننا وجود الأسباب اللي بتخلي لون البول أحمر وافترضنا إن إحنا استسنيننا الأسباب النتجة عن زيادة سيولة الدم بنلاقي إن وجود الدم في البول لو ما انشأه من الجهاز البولي أو من مرض معين بيكون مخبي وراه مرض معين في الجهاز البولي المرض ده بيختلف اختلاف جزري بحسب اختلاف الفئة العمرية بمعنى إحنا لو تكلمنا عن حد كبير في السن أو شخص فوق الستين سنة وتكلمنا قبل كده عن الأمراض دي بشكل مستفيد لو لقينا الراجل الكبير اللي عنده ستين سنة فما فوق وبدأ يلاحظ وجود دم في البول دم دهوا بكميات كتيرة هنا أول حاجة لازم ندور عليها أو لازم نتأكد أن هي مش موجودة هي سرطان المثاني سواء راجل أو ست بالنسبة للراجل برضو لازم ندور على سرطان البروستاتا لأن في الحالتين دول من أهم الأعراض أو من أهم علامات ظهور سرطان البروستاتا أو سرطان المثانة في الرجالة وسرطان المثانة في السيدات بيكون وجود البول المدمم أو الدم في البول وأهم ما يميز حكاية البول المدمم أو الدم في البول في مرضى سرطان المثانة أو سرطان البروستاتا أنه في أغلب الأحيان بيكون نزيف صامت يعني نزيف غير مصحوب بالألم وهنا لازم المريض يبدأ يتحرك بشكل سريع يعني لو راجل كبير في السن وبالذات الفئة المدخنة وبدأ يشوف دم في البول هنا لازم يتحرك بشكل سريع جدا حتى لو الدم ده بكمية قليلة لأن ده ممكن يكون مخبي وراء مشكلة كبيرة ممكن يكون مخبي وراء مشكلة كبيرة نتجه عن وجود أورام في المسانة أو أورام في البروستات نتنقل لفئة عمرية أصغر شوية وفي فئة الأدلس أو فئة الأربعينيات وجود الدم في البول مش بالضرورة هيكون ناتج من البروستاتا أو ناتج من المسانة هوارد طبعا يكون ناتج من البروستاتا أو ناتج من المسانة بس احتماليات سرطان البروستاتا أو سرطان المسانة بتكون أقل كتير كل ما بننزل أو في الفئات العمرية الأقل من الـ 50 سنة لكن في نفس الوقت بتزيد احتماليات الأورام في مكان آخر وهو الكلة يعني الأورام اللي في الكلة وللأسف أغلب أورام الكلة بتبقى من النوع الخبيث مش من النوع الحميد هنا بيكون الورم أو بيكون النزيف البولي لازم من الحاجات اللي ندور عليها في فئة الأربعينيات إذا كان النزيف البولي صامت يعني ما فيش معاه نوع من أنواع الوجع هنا لازم ندور على الأورام في الكلة ومن الأماكن اللي لازم نتطرق لها بالتصوير بسرعة يعني أشعة تلفزيونية أو أشعة مقطعية ونكمل خطوات التشخيص بتاعنا زي أم هنقولها بعد كده لازم المريض يحط في اعتباره كويس جدا أنه يتطمن على الكليتين بالذات في حالة وجود أعراض مصاحبة زي الألم في الجنبين النزيف البولي في الحالة دي بيجي نزيف صامت يعني نزيف ما هواش مأثر ما فيش معاه ألم في مجرى البول لكن بيكون معاه ألم في أماكن تانية في الجسم طيب إذا كان النزيف البولي مؤلم ومصحوب بالمغص الكلوي وده الأشهر والأكثر حدوثا من حالات الأورام لقدر الله بيكون هنا المريض معرض أو بيكون الشك رقم واحد بالنسبة لنا هو وجود الحصوات لأن حصوات الجهاز البولي بكل أماكنها هي مرشحة أن هي تعمل نزيف بولي أو يكون البول مدمم بمعنى وجود حصوة في الكلية أو وجود حصوة في الحالب مع محاولات الجهاز البولي اللي طردها الحركة الدودية بتاعت الحالب اللي بتحصل أو انقباضات الكلية عشان تطرد الحصوات اللي موجودة فيها بيصحبها أن الحصوية دي وهي بتتحرك بتبدأ تجرح في مجرى البول حسب المكان اللي هي بتتواجد فيه وهنا بيبدأ النزيف أو النزيف يحصل وبيكون مصحوب بألم شديد سواء على مستوى خروجه من الجسم أو على مستوى المكان أو الأعراض المصاحبة بتاعته اللي هي الألم على الجانبية العمود الفقري الخاص بالكلية أو المغص الكلوي اللي بييجي في حالات حصوات الجهاز البولي ننزل لفقات عمرية أكتر شوية هنلاقي أن في مرحلة الثلاثينيات بتكون احتماليات الأورام السرطانية أقل ما يمكن بيستثناء فيه ورام هو مش سرطاني بالدرجة الأولى اسمه الأنجيو مايو لايبوما وده بيصيب أكثر السيدات لكن احتمال وجوده في الرجالة وارد وده من الأورام المشهورة جدا بالنزيف البولي الورام ده وان بيصيب الكليا وبيكون من مميزاته أن محتوى الدهني بيكون عالي جدا خلايا الدهنية فيه عالية وخلايا العضلية برضو اللي موجودة فيه بتكون عالية كمكونات نسجية لهذا الورام والورام ده أهم ما يميزه هو النزيف البولي وبيصيب السيدات من منتصف السلسينيات إلى حد ممكن فوق الخمسين أو الستين وبيكون غالبا بيجري في العائلات يعني ممكن لو أصيبت سيدة ده معناه أن ممكن يكون والدتها كمصابة أو حد قريبا كمصاب لأنه فيه شق وراسي أو شق جيني بيتنقل عن طريق جينات معين ورد النوع يصيب الرجالة ده نوع ده يمكن الورام المميز اللي ممكن يكون موجود في المرحلة دي ويسبب النزيف البولي بقية الأورام السلطانية طبعا صعب جدا حد في مرحلة الثلسينيات من العمر أنه هو يصاب بالأورام السلطانية الخاصة بالجهاز البولي سواء المسانة سواء البروستاتا سواء الكلية بيبدأ حدوث أورام الكلية في سن الأورام الكلية المشهورة أو الغير نادرة يعني بيبدأ حدوثها في المرحلة دي نوع واحد بس اللي نادر جدا وما بيكونش خبيث هو اللي ممكن يبدأ في مرحلة مبكرة وبيصيب السيدات أكتر من الرجالة وبيكون هنا الأنجو مايولاي بوما دوان هو بيتميز بدرجات عالية من النزيف البولي بالنسبة لألم الحصوات بيكون طبعا زرويته في مرحلة الثلاثينيات من العمر وده بيكون النزيف ناتج عن حركة الحصوات أو الحصوات في الجهاز البولي سواء في الحالب سواء في الكلى سواء في المثانة وبيكون النزيف هنا زي ما قلت الحركة نوع نزيف مؤلم ونزيف مصحوب بالألم وبأعراض أخرى بتدل على وجود الحصوات وغالبا بيكون المريض نفسه على علم بوجود الحصوات دي من فترة سابعة في مرحلة العشرينيات من العمر وإحنا طالعين بقى العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات وحتى الخمسينيات المرضى الالتهابات الشديدة ممكن تتسبب في وجود درجة من درجات النزيف البولي اللي بيكون ضعيفة جدا واللي بيكون ملاحظتها صعبة وفي نفس الوقت بتحتاج لإهمال لأن عادة الالتهابات دي بتصيب السيدات أكثر من الرجالة وبيكون الالتهابات دهيا بتنبه السيدة بسرعة أن هي بتتحرك وبتروح للطبيب وبيتم علاج الموقف غالبا قبل ما يوصل للمرحلة بتاعة النزيف أو لمرحلة أن يكون متسبب في حدوث النزيف البولي أو وجود الدم في البول في العمر المتقدم يعني في مرحلة الطفولة بقى أو في مرحلة المراقع بيكون وجود النزيف البولي مؤشر على وجود العيوب الخلقية يعني لو لقينا طفل أو طفلة عمره أقل من عشر سنين أو قبل مرحلة البلوغ وبدأ يلاحظ وجود الدم في البول بكميات كتير هنا الطفل ده هو لازم يتعمله وورك أب أو يتم البحث بشكل دقيق وبشكل يعني مكسف عن وجود عيوب خلقي والعيوب الخلقي هنا ممكن يكون على كل المستويات يعني على مستوى الكليتين أو على مستوى الحالب أو على مستوى المسانة لازم وجود العيوب الخلقية من أشهرها طبعا في الكليا وجود حاجة اسمها اليو بي جي أو انسداد حوض الكليا أو انسداد ملتقة الحوض الحالب مع حوض الكليا المنطقة دي بتكون مسدودة وبيتم اكتشافها في مرحلة متقدمة شوية من الطفولة يعني من أول 3-4 سنين لحيات ممكن في ناس بيتم اكتشافها عند 15 سنة وأكتر من كده كمان ده من الأمراض اللي دايما أو من الأعراض بتاعتها أن الطفل أو الشاب دوان بيشوف دم في البول غيره من الأمراض الكتيرة أو العيوب الخلقية الكتيرة اللي ممكن تكون بتصيب الجهاز البولي وبينشوف فيها برضو التهاب أو نشوف فيها الدم في البول الارتجاع أو الجريان الرجوعي الارتجاع الوظيفي أو الجريان الرجوعي إن مفروض أن حركة البول بتسير بشكل طبيعي من الكليا للحالب بالمثانة بعض الناس بيبقى عندها الميكانيزم دي فيها شوية من الخلل أو بعض الأطفال وبتبدأ البول يتحرك في اتجاه معاكس أو في اتجاه مغير وبيطلع من المثانة للكليا عن طريق الحالب وهنا الحالة دي بتكون مصحوبة أو من أعراضها غير مباشرة وجود الدم في البول دي من الحاجات اللي برضو يجب مراعاتها أو كي وجود برضو بعض الأمراض زي تكيوسات الطفولة أو زي الأورام أورام الكلة اللي بتحدث في مرحلة الطفولة اللي هي الوراثية دي بيتم اكتشافها مبكرا جدا يمكن قبل السنة قولها والتانية زي الولمستيومر أو الورام الكلية الوراثي اللي بيانتج عنه تدخم شديد جدا في الكلية وبيتم ملاحظته في صورة بول أو دم في البول الحالة دي بيبدأ أو الأمة بتلاحز الدم في الطفول طيب معانا اتصال هاتفي الحاج سيد فضل السلام عليكم يا ركتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل أقول لك يا ركتور أن كان عندي حصة كلا بلكلي وسيبتك أعملت عملية جراحية كان الحصة دي بتكون تاني ولا نظامه إيه ولا حاضر 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 أنا جاوب حاضرتك يا حاج سيد بالنسبة للحصوات الحصوات الكلا تكوينها بيعتمد على حسب يعني أعادة تكوينها في حصوات بتكون وراثية أو بتنشأ عن خلل جيني معين ودي بتتعرف يعني لو الطبيب قال لك أن الحصوية دي من النوع ده فأنت لازم تبقى عارف الإجراءات الاحترازية اللي أنت بتاخدها علشان ما تكونهاش تاني أغلب الحصوات ما بتكونش من النوع ده أو بتكون بيعتمد أعادة تكوينها على لايف ستايل أو على أسلوب حياتك أن طريقة أكلك طريقة شربك في المية لو كان في مشاكل عندك تشريحية هتأدي لتكوين حصوات كان الطبيب المفروض يقول لك لكن لو طبيب ما قال لكش على مشكلة مزمنة أو على مشكلة مرضية موجودة عندك بالضرورة ده معناه أنك ما عندكش حاجة تستدعي أو حاجة مؤثرة هتحتاج أن أنت تعمل لها احتياط بشكل مميز أو بشكل مكسف عليها حرك بتعتمد على تطوير أو على تنظيم لايف ستايل بتاعك بمعنى شرب المية بكميات كتيرة تقليل الملح في الطعام وعن طريق تحليل البول وتحليل حصوة نفسها تقدر أنك تميز نوع الحصوة اللي كان عندك وإيه نوع الأطعمة اللي ممكن تتناولها واللي أنت ممكن ما تتناولهاش ممكن ترجع للحلقات بتاعتنا على اليوتيوب حلقات برنامج أستاذ في الطب تكلمنا فيها عن تكوين الحصوات وعن إزاي نتجنب تكوين حصوات بعد إزالتها مرة تانية نرجع للنزيف البولي نزيف البولي زي ما قلت لحضراتكم في مرحلة الطفولة بيكون مقترن أكتر بوجود العيوب الخلقية وتناولنا العيوب الخلقية الأشهر في على مستوى الكيلية زي وجود الانسداد في حوض الكيلية أو وجود الجرايان الرجوعية أو وجود بعض الأورام الوراثية اللي ممكن تكون موجودة في الكيلية أو وجود بعض التغييرات زي الدوبليكس كيدني أو الكيلية المزدوجة أو الكيلية الضمرة كل دي أنواع من العيوب الخلقية ممكن تنشأ عنها وجود الدم في البول ويكون المريض محتاج للورت أب يعني مشاهدة الدم في البول عند الطفل الصغير بتحتاج أن احنا ندور على وجود العيوب الخلقية بكل مستوياتها مشاهدة الدم في البول عند الراجل كبير بتحتاج أن احنا ندور على وجود الأورام السرطانية لقدر الله معنا الأستاذة فاطمة تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بطلة وزمحت يا دكتور لما آجي أتبول عندي المياه اللي بيبقى لونها غامض كده وبيبقى فيه رغوة في البول يعني سواء ونازل هل دي فيه علاج أو أروح لدكتور أو حاجة كده يعني طبعاً ماشي تفضلي نعم شكراً بكم بارك الله تمام لون البول لون البول من العلامات اللي ممكن بنستدل بيها على درجة أو على مستوى العطش أو شرب المية في الجسم بمعنى أن لما بيكون البول غامئ الكليا هي مطلوب منها أن هي تخرج كمية مواد معينة لازم هتخرج في البول هتخرج بأي شكل من أشكال علشان دور الكليا في حفاظ على كمية الدم بشكل سابت أو بشكل منتظم طيب لما بنلاقي البول أصفر ده معناه أن الكليا خرجت كمية الحاجات اللي أعزت خرجها أو كمية الأملاح اللي أعزت خرجها في كمية مية قليلة فده بول مركز والعكس لما بنلاقي المية فتحة ده معناه أن الكليا خرجت في كمية مية كتير طيب إيه الأفعد للجسم أو أفعد للكليا؟ طبعا أن المية ما تكونش صفرة أو ما تكونش غامقة بشكل مبالغ فيه لأن ده معناه أن الكليا بذلت مجهود كبير ده بياخد من كفائتها ومن نشاطها بعد كده لكن هل هي دي حالة مرضية؟ لا دي مش حالة مرضية ده تغير في السيولوجي بس هو مؤشر على أن حضرك ما بتشربيش مية بالشكل الكافي وبالشكل المنتظم يعني شرب المية مش بالضرورة أنك تيجي تشرب إزازة المية كلها مرة واحدة وتقعدي بقية اليوم ما تشربيش لازم شرب المية يسير بشكل منتظم يعني كل ساعة كبية مية على الأقل علشان خاطر ده في الآخر بيدي وسط مناسب للكليا أنها تقوم بعملية طرد للأملاح اللي موجودة في الجسم أو المواد اللي هي المفروض تطردها عشان تحافظ على انتظام الوسط الكيميائي للدم بشكل كافي وبالتالي بتبقى الكليا بتعمل دورها في حالة ما بيكون الجسم شرب مية بشكل كويس الكليا بتعمل دورها بشكل كويس وبشكل مريح ما بزلتش مجهود أو ما بزلتش إفورت أعلى من اللي المفروض تبزل يبقى حركة ما بتلاقي لون البول غامئ حركة بتشابه مية بس بشكل كتير بشكل منتظم ده مش بتلاقي مية تحسنت معاكي بيتلاقي الموضوع كويس بالنسبة للرغاوية ده أمر طبيعي جدا ما فيش فيه أي مشكلة وما فيش فيه أي مؤشر لوجود أي مرض إن شاء الله بإذن الله نرجع لموضوع النزيف البولي واستعرضنا مع بعض النزيف البولي والأسباب المقترحة على مستوى كل الفئات العمرية من أول الطفل الصغير اللي بتدور فيه على العيوب الخلقية من أول الراجل أو الشاب اللي في منتصف العمر وقلنا بيبقى في الغالب النزيف البولي مصحوب بالألم والنزيف البولي المصحوب بالألم بيبقى مؤشر في أغلب الأحيان على وجود الحصوات في الجهاز البولي وقلنا دي بتمتد على رينج واسع جدا أو على نطاق واسع جدا من أول 20 سنة الحياة 60 سنة ممكن يتعرض للموقف ده إن يكون فيه حصواية وتسبب له نزيف بولي مصحوب بالألم وقلنا إن في مرحلة عمرية أكبر من كده بيكون النزيف البولي مصحوب بالأورام اللي قدر الله سواء أورام المسانة سواء أورام البروستاتة حتى البروستاتة الحميدة في بعض الأحيان ممكن أو اللي هو تضخم البروستاتة الحميد في بعض الأحيان ممكن يعبر عن نفسه بوجود الدم في البول وقلنا إن النزيف البولي ممكن أو وجود لون البول المحمر ما يكونش بالضرورة من الدم يكون لأسباب تانية وقلنا إن لازم في البداية المريض قبل ما نبدأ ندور على أسباب للنزيف البولي في الجهاز البولي سواء على الكلة أو في الحالب أو في المسانة أو المريض يقلق بالنسبة للمرضى الأمراض المزمنة اللي ماشيين على مواد أو على أدوية بتحسن من السيولة بتاعت الدم أو بتعلي من السيولة بتاعت الدم المريض ده لازم يبقى عارف إن هو معرض يلاقي الدم في البول بشكل من وقت الآخر وقلنا إن ده مش بنطمئنه للآخر يعني لكن هو يطمئن بعض الشيء إن ده من الأدوية اللي هو بيتعطاها زي الأسبرينات زي الأسبوسيد زي الكليكسان لكن طبعا لما بيلاقي البول بكميات كتيرة لازم يتحرك ويراجع مع الطبيب بتاعه الجراعات اللي هو بياخدها علشان تتحسن أو يتوقف حالة النزيف طيب إيه للمفروض من المريض إن هو يعمله أو من المرافقين للمريض إن هم يعملوه في حالة وجود النزيف البولي الحقيقة ده بيختلف على حسب كل فئة عمرية وعلى حسب كمية الدم يعني لو قلنا شاب شاب ثلاثيني عنده حصواية هو بياخد علاج على أمل إن الحصواية دي تنزل وبدأ يشوف دم بكمية قليلة مش كبيرة والدم بيبقى فيه درجة من درجات الألم وهو نازل في الحالة دي الموقف ده مش محتاج منه إنه يعمل إجراءات إضافية ولا حاجة إذا لازم بس كل الحكاية إنه هو يتفهم إن ده الدم ده مصدره من إيه ويتعامل معه إزاي لكن من المواقف المهم جدا إنه هو قدامها المريض لما بيشوف النزيف البولي في سن كبير يعني حد كبير ما بيشتكيش من أي حاجة سيدة كبيرة ما بتشتكيش ما عندهش أي أعراض وفجأة لقت نقطتين دم أو شوية دم موجودين في البول وهي متأكدة إنه مصدره من البول أو راجل كبير بيشتكي ما عندهش شكوى شوية شكوى عاديين زي حرقان في البول أو حاجة زي كده وفجأة لقت دم موجود في البول زي ما قلت حراكه في أول الكلام إن الموقف ده من المواقف المهمة جدا واللي هو من الأسباب اللي احنا عاملين عشان هالحلقة ده هي إن لازم المرضى دول يثار في نفسهم بشكل سريع إن الدم اللي موجود في البول لهو من الوارد إنه يكون مخبي وراء مشكلة مش قليلة يعني من الوارد إنه ممكن يكون مخبي وراء مشكلة مش قليلة المشكلة دي ممكن تكون على مستوى الكIlية على مستوى الحالب على مستوى المثانة أو على مستوى البرستاتا المريض ده هو لازم أول حاجة طبعا بناءنا على كمية البول النزيف ده يقف ماشي معنا الأستاذة سارة بس كده طيب تمامش اسمعي الإجابة هو يا أستاذ السارة إحنا تناولنا الموضوع ده هو بتفصيل وعملنا له حلقة كاملة وموجودة الحلقة على اليوتيوب ممكن حارك تسمعيها كلها بس سواء بما أن الولد ده هو كان عنده دودة شرقية غالبا دي الدودة الدبوسية اللي هي من أهم الأسباب اللي بتسبب التباول الليلي وتعالج منها الدودة دي من النوع اللي بيرجع وبيتم عدد العدوى مرة تانية حضرتك بتعمل التحليل البراس تاني وبتتأكد ان الدودة الدبوسية دي ميش موجودة وبيتم علاجها بشكل مكسف وكمان علاج كل المخلطين ليه سواء أطفال زيه أو أهل البيت كلهم من أسرة كلها وبعد كده بنشوف بالنسبة لمشكلة التباول الليلي نفسها لو فضلت موجودة بعد ما بتعالجت دودة دبوسية دي وبتتأكد ان هي تعالجت تماما بنسبة 100% حضرتك بتروحي بترجعي بقى للحلقة بتاعتنا بتاعت حلقة سلس البولي وحلقتين موجودين على اليوتيوب حضرتك بتشوفهم كلهم او هتلاقي فيهم التفاصيل اللي انت عايزها كلها خاصة بمشكلة التبول اللي نرجع ليه ازاي المريض يتصرف في الموقف بتاع وجود النزيف البولي قلنا هنبدأ بالراجل الكبير او بالسيدة الكبيرة اللي بيكون عندها النزيف البولي وهي مش بتشيك من اعراض او اعراض بسيطة هنا لازم في معدلات عالية من الشك في وجود اورام لا قدر الله طبعا بنستثني المريض اللي ماشي على حاجات تعالج سيولة بتاعت الدم وبأكد على النقطة دي كويس علشان لازم تبقى حضرة في ذهن كل حد فيه طيب من المواقف برضو اللي لازم المريض ياخد باله منها انه مش ممكن الراجل مايجلوش النزيف بشكل مباشر يعني مايشوفش الدم بشكل مباشر اللي بيحصل انه بينزف كمية من الدم بتتحوش جوه المثانة وبعد كده الدم ده بيجي يسد مجرى البول يبقى حتة الدم المتجلطة دي اشبه بقطع من الكبدة الزغيرة بتقفل مجرى البول فالمريض هنا بيجي باحتباس بولي ولما تتركب القسطرة بنلاقي الدم جاي في القسطرة بكمية كبيرة ده من المواقف برضو اللي لازم نتحرك فيها او نعتبرها نزيف بولي اول حاجة لازم المريض نتأكد منها ان كمية الدم اللي تنزفت دي مأثرتش على الحالة العامة يعني بنشوف ضغط المريض لو ضغط وطي او حاجة وبنشوف نسبة الهيموجلوبين بتاعت المريض هل النزيف البولي اللي حصل ده هو ولو بالذات لما بيكون كمية كبيرة اصدر على الحالة العامة بتاعت المريض ولا لا وهنا لازم عشان لو المريض ده اصدر نبدأ نعرضه بالمحليل الكافية او حتى لو لا قدر الله احتاج لدم المشكلة طبعا ده بيتم بالتزامن مع ايقاف النزيف وايقاف النزيف هنا بيكون عن طريق خطوطين خطوة ان احنا بندي للمريض او يبدأ المريض ده هو ياخد ادوية في الوريد بشكل مباشر توقف النزيف او تعلي من قدرة الدم على التجلط ومنع النزيف دي واحد اتنين عن طريق غسيل المسانة بشكل مباشر وننساش في الموقف ده ان المريض ده بيحتاج كمية من المضادات الحيوية علشان السينوسز اللي اتفتحت او الاجزاء اللي نزفت من الجهاز البولة دي عرضة للعدوى وعرضة ان الميكروبات تدخل منها لطيار الدم فلازم المريض يغطي بمضادات حيوية دي خطوات اولية لازم تتعمل المريض اول ما بيشوف دم في البول لازم نتأكد ان النزيف ده لو ما كانش وقف من نفسه ان احنا نوقفه وهنوقفه عن طريق ادوية هتطعطي في طيار الدم او سواء في الوريد سواء عن طريق الفم وهنوقفه كمان بالمناسبة عن طريق غسيل المسانة وهنا ممكن كمان نعطي بعض الادوية اللي توقف النزيف عن طريق المسانة خطوة اولية ونبدأ بعد كده عملية الورك اوب او عملية تقييم الموقف زي ما قلت ده بالتزامن مع تقييم الحالة العامة للمريض الورك اوب هنا مبدئيا بيكون عن طريق الاشعة التلفزيونية الاشعة التلفزيونية خطوة اولية بتقول لنا هل فيه ورم في المسانة ولا لا وده بالنسبة للسيدات بيكون نوعا ما كافي لان ده اشعة التلفزيونية ما تقدرش يتستسني بنفسها وجود لقدر الله ورم في البروستاتا من عدم لكن هتقدر تقول بنسبة كبيرة هل في المثانا فيها كتلة لحمية تعبر عن وجود ورم ولا لا وده هيأثر خطوات كتيرة في التشخيص أو في التقييم بعد الأشعة التلفزيونية بالنسبة للرجالة لازم يخضعوا للفحص الشراجي ولازم يخضع لعملية لحاجة اسمها دلالات أو رام البروستاتا لأن الاتنين دول مهمين جدا في الموقف ده وده احنا قلناه قبل كده بعد كده في حالة وجود الكتلة اللحمية في المثانا عن طريق الأشعة التلفزيونية أو في حالة عدم الجزم بعدم وجودها يعني لو مش متأكدين بنسبة 100% أن هي مش موجودة ده بنتطرق أن احنا نعمل الورك أب بأشعة مقطعية عن طريق أشعة مقطعية مصحوبة بحقن السبغة في الوريد علشان نبدأ نقيم هل وضع الكليتين فيها لقدر الله أورام ولا لا المثانا فيها أورام ولا لا سواء في الرجالة أو في السيدات يبقى بنوقف النزيف لو ما كانش وقف وبنقيم الحالة العامة بتاعت المريض وبنتطرق بأشعة تلفزيونية بشكل مبدئي وبعد كده بنعمل الأشعة المقطعية المصحوبة بالسبغة عن طريق الوريد وده بيدينا الصورة الكافية أو الشكل الكافي لمجرى البول كله أو الجهاز البولي ككل وجود الأشعة أو وجود الأورام من عدمه في بعض الأحيان بنحتاج أن نعمل المنزار الجراحي لأخذ عينة من بعض المناطق المشكوك فيها في المثانا أو في الحالات اللي النزيف كل ما بنوقفه بيرجع تاني كل ما بنوقفه بيرجع تاني بنعمل المنزار كخطوة تشخيصية في الأساس وممكن أثناء منزار التشخيص لأنا نتطرق لبعض الخطوات العلاجية زي كي النقط اللي بتنزف أو المسببة للنزيف زي أخذ عينات من المناطق المشكوك فيها اللي ممكن تكون أورام إنسايتو أو كارسينوما إنسايتو الأورام اللي هي متواجدة في مكانها لسه ما انتشرتش ده بالنسبة للرجالة الكبار ماشي معانا اتصالها تيفي أم محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نواة التلفزيون بس نواة التلفزيون نواة التلفزيون ماشي تمام اتفضلي ماشي اتفضلي اتفضلي معك تمام 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 طيب هتعملي أشعة مش أكتر من كده أنا هتعملي أشعة تلفزيونية تشوفي لسه في ارتجاع على الكليا على حسب بقى مكان الحصوية ولو الأشعة التلفزيونية ما حسب لا هو انت عملت أشعة بالسبغة وحددت مكان الحصوية بالزبط تمام هنا ممكن الأشعة التلفزيونية هتفيدك لو الأشعة التلفزيونية ما أفدتكيش بقدرك كافي بتعمل أشعة عادية بس هي بتحدد لك الحصوية دي نزلت ولا لأ لكن مش أكتر من كده خلاص تمام يعني بتعمل أشعة تلفزيونية بعد الأشعة التلفزيونية دي ما بتعمليها بالنسبة كبيرة بتحسم الموقف الحصوية نزلت ولا ما نزلتش لو ما حسمتش الموقف بتعملي أشعة عادية على الجهاز الباولي هي بتحدد لك الحصوية اللي كانت موجودة في الجهاز الباولي دي نزلت ولا ما نزلتش ده بالنسبة للمشكلة بتاعت أم محمد طيب بالنسبة للموضوع الجهاز الباولي أو للنزيف الباولي احنا تطرقنا بشكل مفصل الموقف لما بيتعرض الرجل الكبير أو الست الكبيرة للجهاز اللي وجود الدم في البول بيتصرفه إزاي ننزل في المرحلة العمرية شوية الشاب الثلاثيني أو في مرحلة الثلاثينيات والأربعينيات الرجالة والسيدات لما بيشوفوا النزيف الباولي بيتصرفه إزاي بالنسبة للنزيف الباولي في المرحلة دي قلنا في أغلب الأحيان بيكون نزيف باولي كميته قليلة مش كتيرة بيكون مصحوب بألم شديد بناتج عن حركة الحصوى وبيكون فيه تاريخ المرضي إن المريض ده عنده الحصوى في الكليا أو عد حصوات قبل كده أو هو عارف كمان الوجع بتالحصوى ده بقى يميزه من كتر ما جربه أو من كتر ما اتعايش معاه هنا المريض ده هو في أغلب الأحيان كل اللي بيحتاجه إن إحنا بس بنتأكد إن النزيف ده وقف معادش موجود وغالبا هو بيكون النزيف ده في صورة نقط مش كميات كتيرة وبنعمل الأشعة بتاعتنا بنجري بقى نعمل الأشعة لأن غالبا مرحلة النزيف دي بيكون مصحوبة إن الحصوى تنقلت من مكانها لمكان أدنى جوه الجهاز الباولي وبنبدأ نشوف بقى الخطوات اللي محتاجها المريض ده عشان يعالج الحصوى في الأساس مش يعالج النزيف وقلنا إن بعض الحالات بتكون مصحوبة بنوع من أورام الكلة اللي هي ممكن تحصل في أعمار أقل شوية من الأعمار بتاعت أورام المثانة أو أورام البرستات اللي اتفقنا أن هي بتيجي فوق الخمسين أو فوق الخمسة وخمسين كمان أورام الكلة بتظهر في مراحل عمرية أبادر شوية عن كده وبتمتد يعني ممكن تظهر في منها أنواع بتظهر في الثلاثينيات أو أنواع بتظهر في الأربعينات في أنواع بتظهر في الخمسينيات وفي الستينات الأورام الكلة في المقام الأول بتكون من النوع الخبيث عشان كده وجود الدم الصامت في البول بكميات كتيرة يعني دم من غير ألم في البول بكميات كتيرة ده لازم يثير الشكوك ولازم حتى لو في مرحلة عمرية في الثلاثينيات وفي الأربعينيات مدامة كمية الدم كتيرة مش قليلة ومدامة صامتة مفيش معاها وجع ومدام الأشعة العادية أو الأشعة التلفزيونية قالت مفيش حصوات هنا لازم نجري وندور على وجود الأورام في الكلاء لأن ده نوع من الأمراض الاحتمال وارد مش ما هواش وارد وفي نفس الوقت كل ما كانت المرحلة اللي اكتشفنا فيها المراد مبكرة كانت الخطوات التشخصية بتاعتنا أسرع وكانت القدرة على السيطرة على المراد ومنعه من الانتشار بشكل أسرع وبيكون الفايدة اللي عالت على المريض أكتر طبعا ما لو سيبنا الموضوع وتجهلنا الدم ده وان وبدأ الموضوع يظهر بعد كده طيب المريض بيعمل إيه بقى في مرحلة عمرية اللي زي دي حتى لو كانت كمية الدم قليلة هنا الأشعة التلفزيونية ممكن تبقى تدي نتائج كذبة تدي نتائج تدي وضع إن الكلية كويسة وهي الكلية فيها مشكلة صغيرة مش باية فوجود الدم في مرحلة عمرية بدر شوية عن الخمسينيات يعني في التلاتينيات والأربعينيات بكميات كتيرة في الجهاز البولي بدون ألم معاها أو بدون وجود حصوات في الجهاز البولي ده عامل يؤدي إلى الشك ولازم نحسم الشك ده بأشعة مقطعية بالسبغة عن طريق الوريد طبعا هتصور للك كليتين في المقام الأول وبعد كده تصور بقية الجهاز البولي ومن الخطوات التشخصية الثانية برضو لازم نتأكد منها في الشاب دهوان أو في الحد الثلاثين أو الأربعيني اللي ظهرت عنده المشكلة دي دم بكميات كتيرة في البول وغير مصحوب بالألم وغير مع عدم وجود حصوات في الجهاز البولي لازم نتأكد أن الراجل دهوان أو الشخص دهوان ما عندوش أي مشكلة في الدم نفسه يعني ما عندوش أي أمرض من أمراض الدم اللي بيأثر على سيولة الدم وبيؤدي إلى النزيف البولي أو النزيف عموما في أي مكان في الجسم أشهرى طبعا الهيموفيليا وإن كانت الأمراض دي بيتم اكتشافها في مرحلة مبكرة من العمر يعني بيتم اكتشافها في مرحلة زوجية معانا الأستاذ دعاءة فضالي فضالي معلش فضالي معلش فضالي معلش أيوة حرجان بول بس حاجة تانية تمام ماشي حاضر طبعا المشكلة بتاعة حرقان في البول في السيدات احنا اتكلمنا فيها قبل كده وقلنا أن العامل الرقم واحد الذي يؤدي إلى حرقان البول في السيدات التهابات مجرى البول وده بيمتد من السيدات من أول مرحلة المراقل حاد مرحلة الستين والسبعين سنة أي سيدة رقم واحد نشك فيها لما بتشتك من حرقان في البول هو التهاب مجرى البول وإن كان في السيدات الكبار في السن ممكن يكون فيه مشاكل تانية غير التهابات مجرى البول وفي سيدات الصغيرين فيه مشاكل تانية في الناس الكبيرة لقدر الله احتمال بعد حرقان البول دهوان يكون فيه مشكلة زي وجود الأورام أو وجود غيره في الجهاز البول في السن الزغير ممكن يكون حصوات الحالة بتدي برضو الانطباع بتاع حرقان في المية أثناء التبول طيب إيه المطلوب من المريض يعمله؟ أول حاجة يعمل تحليل بول تمام كامل ويعمل أشعة تلفزيونية على البطن وعلى الحق عشان يتأكد من عدم وجود حصوات في السن الزغير وعدم وجود أورام في الناس الكبيرة أو كخطوة تشخصية أولية زائد الناس تعمل تحليل بول بسيط علشان يحسب لنا أو يشوف لنا كمية الصديد اللي في البول وإذا الموضوع بيتكرر ممكن نلجأ لخطوات تشخصية تانية لو الصديد بيتكرر مثلا هنعمل مزرعة علشان نقدر نحدد نوع مضاد الحياة والمطلوب لو المشكلة برضو الصديد قال أو ما عادش فيه صديد في البول مع استمرار الحرقان ده بيخلينا ندور على أسباب تانية زي ما قلت وجود الحصوات في الحالة في السن الزغير أو وجود الأورام في الناس الكبيرة لازم ندور على المشكلة دي ونبدأ أن احنا نعالجها بخطوات تشخصية الكلام ده احنا تناولناه قبل كده في حلقات تانية ممكن حضرتك ترجعي لحلقات بتاعتنا على اليوتيوب هتلاقي الكلام ده بالتفصيل الممل وإزاي نتعامل مع الحرقان بتاع التباو طيب معنا الأستاذة حنان أستاذة ولا أستاذة ولا أهلا وسهلا بحركة فضال كل سنوان طيبة تمام عنده فيروس سي يعني طيب هو عنده كم سنة طيب ماشي أنا هرد على حرك دلوقتي يا أستاذة ولا طيب وجود الحصوات على الكلة طبعا من الحاجات في سن الزغيرة لزي دي لازم يتعالج لأن طبعا الحصوات لو تثابت سن 28 سنة هتفاقم مع تقدم العمر وهتكبر وهتبدأ تأثر على الكلة بشكل مش محمود يعني أو مش كويس طيب هل وجود إصابة المريض بفيروس سي بيأثر على العلاج لا خالص فيروس سي ممكن يكون له تأثيره على الكبد تأثير ممتد على مدار سنين طويلة وأعتقد أنه كمان حتى فيروس سي دلوقتي بقى العلاج بتاعه متاح وبقت نسبة الشفاء منه عالية جدا أعلى من لو الواضع مثلا من 10 سنين فات لكن هل ده يتعارض مع الحلول المتاحة سواء كان الحل الجراحي سواء كان الحل عن طريق المنزار سواء كان حل التفتيت أو أيا كان السبب المتاح لا بالنسبة كبيرا وجود الفيروس مش مشكلة خالص مش هيبقى عقبة في طريق حل الحسواء تمام تمام طيب نرجع لموضوع النزيف البولي عشان وقت الحلقة احنا قلنا مرحلة وسط العمر قلنا لازم خطوات تشخصية معينة كلمنا عنها آخر حاجة هنتكلم عنها الأطفال الصغيرين في حالة اكتشاف أو وجود الدم في البول لازم الأم تتحرك بشكل سريع لأن ده ممكن يكون مخبي وراء وجود العيوب الخلقية في الجهاز البول الخطوة الأولانية لازم الأم تعملها أول ما الطفل بتشوف دم في البول لازم أشعة تلفزيونية على البطن وعلى الحوض ولو لاحظنا أو الأشعة التلفزيونية قالت أن فيه أي عيوب خلقية بنكمل وبنعمل الأشعة المقطعية بالسبغة عشان نبدأ أو على حسب طبعا العيب الخلقي المشكوك فيه طيب لو الأشعة التلفزيونية قالت أن ما فيه عيوب خلقية وجينا لقينا النزيف البولي بيتكرر بشكل مستمر برضو لازم نعمل الأشعة المقطعية حتى لو بدون سبغة بشكل مبدئي عشان نتأكد من عدم وجود عيوب خلقية لأن مش كل العيوب الخلقية بتباني في الأشعة التلفزيونية لازم طبعا هنا لازم يتاخد تاريخ مرضي بشكل كويس حتى التاريخ في العيلة ووجود عيوب خلقية في الجهاز البولي ولا لا ولازم بعد كده هو بعد المشكلة بتاعت بعد المشكلة او بعد ما بناخد التاريخ المرأة دي والفحص الكلينيكي بشكل كويس وملاحظة كل الاعراض اللي بيعاني منها الطفل بنبدأ نكون فكرة لان في رنج واسع جدا من العيوب الخلقية بنتعرض عليه اهم ما في الموضوع ان وجود الدم في الجهاز البولي لازم يثير الشكوك بذات في الاطفال الصغيرين ولازم نتحرك بشكل سريع علشان نقدر نمنع وجود عيوب خلقية او وجود التهابات او وجود عيوب خلقية عند الطفل او وجود اي اسباب لانه تأخر النمو او تأخر او تتطور بعد كده للمشاكل كبيرة في الجهاز البولي انا ساعدت جدا بوجوده مع حضراتكم النهاردة وان شاء الله نكمل كلامنا في المواضيع التانية تخص المسالك والجهاز البولي في المستقبل ان شاء الله بإذن الله كنساعدنا انا كنتم مع حضراتكم ونلتقي على خير ان شاء الله بإذن الله